السلام عليكم البنات و المهمات لي كديرين لبس عليكم كنتم تكونوا بخير و على خير و ألقاكم ان شاء الله الفيديو دياري في أحسن الأحوال كديرين كانت توجد العيد و حليوات كنتم تكونوا بخير و على خير و تكونوا بأتمسحها ان شاء الله و تكونوا فرحانين و ناشطين مهمة البنات اليوم سوف نشارك معكم حليوات السهلين و اقتصاديين و لم يكن أسهل و أرخص و ألد حليوات في العالم سوف نشاركها معكم في الفيديوهات الأولين عندي في القناة و اللي كنتم شاركها معكم بنوع واحدة من عجينة واحدة سوف نعطيكم ثلاثة ذي الشكلات بمضاقة مختلفين و اللي يأتي وزوينين بثاف هكاية بلا زبدة بلا بيد بلا الساهلين و اقتصاديين سوف نوجدهم معكم إن شاء الله كنتم مني يعجبكم هذا الفيديو و كنتم شكركم بثاف على التفاعل مع الحليوات اللي كنتم ساركت معكم ذي الشكلات تحت صعب لي جاءوا نتعليق اللي زوينة بثافكم نقولكم شكرا لكم و على تشجيعاتكم و ما زال إن شاء الله الخير القدم ما زال نجيب لكم أحد الحليوات اللي اقتصادين و زوينين بثاف إن شاء الله مهم البناس من ما نطلوش عليكم و خليكم مع يوم دي درسان شاركها معاكم مهم حنا يا البناس أول حاجة غنبدأ بها غنوجد معاكم الرايب اللي كي يجيب واعر بزاف و ناجح مليون في المياه هكا قلتني وجدو دابا بش يلا يوجد وعد نديرو يبرد في التلاجة مهم غنشاركو معاكم في هاد الالة اللي وصلتني من موقع جهاز دارك اللي رائع صراحة عجبتني بزاف عجبني شكل ديالها و القراءات اللي فيها قبل ما نستعملها عجبني شكل ديالها زوين هكا فيها بريزة البنات و فيها واحد البوطونة هكا بشك تشعليها مهم غنشربها معاكم إن شاء الله و غنشاركو طريقتي فتح دي الرايب اللي كي يجي ناجح مليون في المياه بطريقة بصيطة و بلتعقيدات يمكن لكم إلا ما عندكم شاد الالة تستعملو في الكيسان و غنقول لكم الطريقة كيفاش غادي تديروه مهم البنات هنا المقادر أنا كنو نوجد معاكم و أنا كنقول لكم المقادر هنا عندي إطرو ديال الحليب نسيطره نديروه في كاسرونة و غنضيروه في قلبوطة هكا و نسيطره نخليها كاك بارد و كنناخدوه شي زلافة كبيرة ولا شيئينة ندير فيه نسيطر الحليب بارد من تلاجة ولا يكون بحرارة المطبخ المهمة كان في تلاجة جبتهم واحد شوية قبل ما نبدأ نخدم بهم غنزيد عليه واحد دانون فاني هنا البنات من الأفضل نديروه دانون الفاني و نضيفه نجح الرايب 100% نضيف نصف كاس السكار ثانية و يبقى حسب الضوغ النصف كاس يكون كافي تجيل حلوه هي هذيك لا يجيش حلوه بزاف و يبقى السكار حسب الضوغ نضيف السكار الفاني و نخلط هذا الشي مزيان مع الحليب بارد حتى يتحل دانون و يضيف السكار و نضيف السطره حليب اللي قمته يغلي فق البوطا نحيد منه تلك الفرارة حتى يظيف الحليب يغليه و يغليه يكونون منه قشرة ولا فرارة كما نقولون لها سنحيدها ضروري حيوه هي البنات حتى لا يجيش لكم في الري بصافي مهم سنحيدها في هذا الطبيس و نضيف البنات هنا لديك الحليب البارد اللي فيه دانون و السكار و الفاني نضيفه بشوية بشوية نحرك الحليب للبنات راغل يارثة طلعت في الفيضة طفيت عليه البوطة مباشرة راغيت لي الفرارة مباشرة اخويتوا على الحليب البارد من طريقة سهلة و واضحة نحرك مزيان كي نساجم الحليب البارد مع السخون مزيان سوف نعمره في الكيسان هنا البنات اللي عجبني بزاف هاد الالة هي انها في هادك الكويسات بالغطايات ديالهم حمقاتني والله العاديمي وكي يوجد لنا الرايف وحد الوقت واجي زلبنا ثلاثة تسوايع او لاربعة انا غنخليها ربعة تسوايع كي يكون واجد صفي جبدي وديري في تلاجة بلا ما تحتاجي تبيته ليلة كاملة هو الى درتوليه الطريقة العادي انكم هكا تعمروا الكيسان وديروهم في شبواطة وخاصكم تعمروا عليهم المطايب وتغطيوا الكيسان بالسلوفان وعد الكوكو تدوهم زيان وتلويوها في مانطة ولفوطة كي تعمروا الكويسات وهكا تعمروا الكويسات وهكا يطروط الحليب يجينيشا مع الكويسات وبالغطاية دياله وحتى هكا يحتلى بات الرايب ويبقى عندك واحد اليومين في تلاجة بلا ما تحتاجي تبقى يدير السلوفان ولا كل مرة تديري السلوفان كي يجيب هاد الغطاية دياله صراحة الشكل ديالها آنيق زويونا بزف بزف ما تحتاجي لدي رفالة مسخول كي تعمروا الكويسات وصديهم بالغطاية ديالهم سوف يخدميها كتديري البريز وكتشعليه وكتخليك تحسبيه ربعات سوايع نشان حيدي البريز وديري الكويسات ديالك في تلاجة يبردو وهالرايب وجد صراحة عجبتني بزف ومن اللي غيوجد الرايب أكيد سنشاركه معاكم وتشوفوا الناتيجة كيف جديره اي استفسار على هاد الآلة هادي نخلي لكم الرقم ديال الواتساب ديال الموقع جاهز دارك واحتى الرابط ديال هاد الآلة ديال اليوغورت في الموقع ديالهم هتلقا هما البنات تحسبن هاد الفيديو مباشرة في صندوق الوصف دخلوا عندهم واستفسروه مرة غدي يجاوبوكم على اي سؤال واي حاجة بغيتوا تسولوهم يعني اغي يجاوبوكم وما تنسوش البنات الكود برومو اللي يديري لكم في الهاشوار سناء الخوخي اي واحدة من المتتبعات ديالي غتدخل عندهم هتقول يمجيت من طرف سناء الخوخي عندها ناقص 15% في الهاشوار اللي رواع على البنات متفلتوش هاد العرض هذا اللي محتاجة الهاشوار ولمه عندهاش تسارع تحضر معهم تقول يمجيت من طرفي وغاد ينقص لها ان شاء الله 15% وهناي غن دوزن وجود الحليوات ديالنا اسهل وارخص واسرع حلوة في العالم السهلة بزاف وكتجي لديدة تجيب حل غريبة تماما كتجي كتدوف في الفم واحد المداقات اللي زوينة نديرها بثلاثة ديال النكاهات ونشاركها معاكم ان شاء الله اقتصادية بزاف بزاف مهم اول حاجة لبنات عبرت جوج كيسان ديالنا سكار سانيدة انا عندي سانيدة لحبيبات غلادين تحنتهم شوية هكا من الأفضل تحضر السانيدة قبل ما تطحنوها وإذا كانوا هكا الحبات ديال اغلاد تحنوها شوية دوزو في الطحانة وعدا باش ديروها بلا ما تديرو سكار غلاسي انا ما طحنتهش بالزفرة بقى حرشة هكا غير نيلتا وحت شوية مهم هني را عودت معاكم راهم جوج كيسان نيشان ديال السانيدة ونفس القياس ديال الكاس غنعبر جوج كيسان ديال الزيت تقدروا تديرو زلافة ديال السانيدة وزلافة ديال الزيت مهم غير انتو ما الكمية كتبقى على حسب اختياركم غيهو يكون نفس القياس بين الزيت والسانيدة مهم هني عندي الطحين هني تقريبا كيلو ديال الطحين اللي عبرت فهكا حطيتو فجنق ونبعدا ندير طحين حسب الخالد صاشي ديال الفاني وجوج خمارات ديال حلوة مهم في اللولة البنات سنضير الزيت مع السانيدة ستعليم صاشي ديال الفاني ونزيد قبيصة ديال الملحة صافي سنخدم مزيان هكا الزيت مع الفاني كتخدموهم هكا غيه شوية ماشي كتبقى ودلكوهم لاتشي حاجة ما كتطلب لهم جهود لأوالي وجدها وسط من الفطار انتي كتوش ضيف الفطار وخلطي احداك بالزربة كوريها وخشيها في الفران وانتي وجدتي الحلوة المهم كيف ماشتو البنات غيهو نخلط غيهو نخلط غيهو زيت مع السانيدة ينساجم وما كان معك موالو مهم كيف ماشتو غادي نخلط مزيان هتا كي نساجم سوف نزيد الطحين اخذت هذه الصفايا ونغرب الطحين وفي الأخير سوف نقول لكم بضبط حل الزيت الطحين مهم كنغربه في الأول كنغرب النيت وحد الكيميه لانه عركات هز شوية الطحين سوف نجمعوه فيها ما كان دلكوهاش البنات غيكة جمعية غيبت الصباح دي اللي يدين ديالكو صاف اندرجوش خمارات حمرين كيف ماشتو دارو ريال بنات هاد الكيميه سوف نجمعوه كميه قليلا سوف نجمعوه كميه قليلا سوف نجمعوه خليط كيف مازانكم لا يجب ان تكون قاسحة هاد الحلوه كيف مازال غريبه لا في المعداق ولا في الشكل وكتجي بحل غريبه تماما وما تستهنوش بها البنات وخد شوفوها بسيطة ومكوناتها بساط هكا تجي لديدة المهم هنية البنات هكا تجمعوه هكا تجمعوه هكا بنيت ديكم ولا شوفوه تجمعوه صافي ما تكتروش لا هنية بضبطة البنات هزت ليه سبعمائة قرام ليلة الطحين هاد القياس اللي درت انا ليلة الزيت والساني ده هز ليه سبعمائة قرام انتو هما البنات يقدر هزت ليكم سبعمائة سبعمائة وخمسين ولا غير ستمائة وخمسين قرام على حسب نوعية الطحين مهم تكون مجموعة ما تكونش قاسحة وما تكونش بقى جارية تكون هكا غير جمعوه هنا البنات العجينة قسمتها على ثلاثة كلها نصف غندير وبنكها مختلفة على الاخر بشي هكا يجيوا الماداقات مختلفة انفاذ غريبة هدي ولا هاد الحليوه هدي مهم شكل ويلدرتو بالفيرميسيل الفيرميسيلة البنات ضروري تكونوا ديرينها في تلاجة باش هكاية ما تدوبش لنا في وسط العجينة انا ربيتها للكامل وهي مخليها في تلاجة سوف يقدروا القياس اللي كيباليكم هكا العجينة كاملة عمرات بالفيرميسيل وكتشكلوهم كويرات الكويرات بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار كيبقوا على حسب الدوق ديالكم انا كنديرو مغيس غاورين مهم خضية الطاوة فرشت لها البابي كويسون سوف نبدأ نستفدوا كل الحليوة ديالي سهلين هكاية مهم كتكوروهم كتديروهم بالنفس القياس هنا لخفتو ما تجيبوهم مش في نفس القياس عبروه اضعوا احداكم الميزان وبقاو تعبروه مع ان البنات راعينكم ميزانكم رباينين مهم غا نكمل انا بنفس الطريقة غا نشكل هاد الكيمية كاملة كويرات وهنا هي البنات بعد ما اشكلت الجزء اللو الكامل هكا كويرات ديال الفيرميسيل خديت هكا الجزء الثاني هنضير عليه كوكو مهرمش مهم كوكو اللي كنت حمرت البنات صوبت به الحلوة اللي كنت شاركت معاكم باقي عندي زي تهرمشو مزيان هكا بغيتو يبقاباين هكا مهم من الاحسن تهرمشو شوية بحال شكل ديال الفيرميسيل باش ميجيوش هكا طريفات خارجين من الحلوة مهم غا ندخلو هكا تديرو القياس اللي تبليكم هكا العجينة عامرة بالكوكو عينكم ميزانكم سوف ندخلو هكا كوكو في وسط ملعجينة سوف نشكلها كويرات بنفس القياس اللي شكلت بها الكمية اللي ولا ديال الفيرميسيل ولا ديال الشعرية ديال الشوكولات سوف نشكل به هاد الكمية التانية اللي درت فيها كوكو مهرمش تقدروا تديرو اللوز مهرمش تقدروا تديرو الزنجلان تقدروا تديرو اي حاجة اللي بغيتو مهم انا درت كوكو مهرمش يجي فيها الزوين هكا محمر يجي زوين بثب مهم غا نشكل هاد الكمية حتى هي كاملة بنفس القياس ديال اللولى وهنا هي البنات انا كملت الكمية اللولى التانية مهم را ما قددتني كملت في طاوة واحدة اخرى سوف ندخلو هكا بالفران والطريقة ديال الطياب ديالهم مهيم كما بزاف البنات انا غنضرهم فالفران وغنوريكم العافية كيفاش خاصة تكون مهم اول حاجة البنات كتشعلوا الفران يسخون مزيان يكون سخون وغدتنقصوا وغدتديرو على حرارة مهيلة بحال ليلا غدتطيبوا الكيكا بحال هاكاك بش ميتخطفوش لكم وغنددرهم من التحت هم اللول يعني العافية تكون فوق منهم دخلوهم من التحت هم اللول حتى كيتشقوا بحال الطياب ديال غريبة البنات تماما هانتو ما شوفو انا راني ديرهم من التحت وعلى عافية مهيلة بحال الطياب ديال الكيكا اللي غدديرهم فران ديالدو تشعل فوق هو اللول ودديرو على مية وثمانين دراجة بحال ليلا غدتطيب الكيكا وكتخلي عليهم العافية من الفوق را هم بدو كيتشقوا اللي بانوا ليكم ويمرا ما زال ما تشقوش كاملين ولكيرا بدو كيتشقوا حتى كيبانوا ليكم هاكا يدهبوا من الوجه ديالهم وتشقوا وعادك تطلعوهم اللي فوق باش يطيبو من التحت هاكا هي لبنت لكم شي وحده تشقوا وحمرو والاخرين باقين حيدوا هادو كل حمارو وهاكا ديرهم فشي طاوة حتى غيرتطيبو الاخرين هاكا وعد ردوهم وطلعوهم اللي فوق باش يتحمروا من التحت المهم هنيا يالبنا ندز الكيمية التالتة اللي بقات عندي غدا نديرها بشكلات غدا نديرها ببودرة الكاكا والمر هاكا هي هنيا عندي وحد النص الصاشية ديال كاكا والمر اضفتها ليها ولا كدفو معين لقا صغيرة عامره ولا معين لقا ونص على حسب هاكا اللي غايلوا ووليكم هذيك الكيمية ديال اللي عجينة تكون هاكا باللون ديال كاكاو صافي مويمة ندخل هذك الكاكاو فقلب من العجينة صافي هنيا بعد ما دخلت الكاكاو فالعجينة غند نشكلها بنفس طريقة ليشكلت بها الكمية اللولة هنشكلها كي كويرات بنفس القياز وكنستفهم في الطاوة هنا يتطوام بلا ما تحتاجوا الدهن وهي لما بغيتوش لانا اصلا الحلوة ديالنا مصوبة بالزيت را ما غاداش تلسق انا مدهنتها موالو صافي غاي كنكوروها وكنحطها في الطاوة طريقة طياب هالبنات مهم مخلي والفران نقصوه كتديروا الطاوة العافية عليها من الفوق حتى كيتشقوا الحليوات عذا كتطلعوهم هاكا الفوق وكتدخلوا طاوة تانية لتحت صافي طريقة سهلة مهم حتى نكمل هاكاية للطياب مهم هنا يا لبنات ترى هالكمية اللي كانت عندي ديالكاكا وحتى الكمية اللي بقت عندي من كوكا ودرتها في ذيك الطاوة صافي غاي غاي نطلع على الطاوة الكبيرة الفوق وندخل وحده من هادو التحت تشقق عاد ندخل هالفوق تحمر هاكاية من التحت وندخل الاخره التحت مهم الحليوات ديالي ها هو موجدو تبارك الله را كيجي وزوينينا البنات جربوهم على حسابي على حسابي شي وحدين كيتشقوا وشي وحدين كتكون هاكا مواصلة مش لعافرة ما كيتشقوش ماشي مشكل لان هاكا الطاوة كيكون كبيرة وكينشي جوايها ركم عارفة الفران مهم انها كتجي مشقة كتجي لديدة كتجي بحل غريبة تماما واقتصادي بمكونات اللي بسيطة كفمشو متوفرها في اي بيت الطحين والزيت والسانيدة ثلاثة المكونات والفاني وكفمشو ضروري الخميرة ديال الحلوة حلوة اللي الساهلين اقتصاديين تزينو بيهم الطبيلة ديالكم العيد كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم اللي جربت هادي الحلوة هذو تخليها لي في التعالق وانا البنات راني درتهم وسط الفطور يعني هاكا كنوجد الفطور اوجد هادي الحلوة هذو ما كيشدوش الوقت نهائيا هنا نقسم معكم محيدة تشوفوما البنات كيجوا مرملين مرملين وكيدوبوا بحل الماداق ديال غريبة اللي كتعجبها غريبة باها التحمق على هاد الحلوة هذو كيجيوا بحل غريبة تماما هنا البنات غنكمل معكم توجد الفطور كيف ماشو كملت معكم غيباش تعرفوا بان الحلوة ساهل يارت وجدهم وسط من الفطور هاكا تسويعت المقانة ديالهم ضغية كيوجدوه هنا البنات عجنت مخامرات قويلة خليتهم مرتاحو وشكلتهم مخامر عاديا هاكا يادر تجوز زلايف ديال الفورس مع زلايفة وحدة ديال القمح الفينو وللقمح سبيسيال شوية الملحة معلقة السانيدة ومعلقة الخميرة صافي وعجنتهم هكا بالمدافي طريقة المخامرة معروفة هنا يبغت نشارك معكم هاي هالطريقة هذي ديال المتلاتات كيجيوا زوينين كتشكلوا مخمرة ديالكم عاديين تسرحوهم وكتقطعوهم بالجرارة ديالبيتزا كيجيوا هكا على شكل متلاتات كيجيوا زوينين بزاف مهم أنا النص غد نديروها هكا على شكل متلاتات والنص غد نقرسهم ديروهم خمرة عاديين هكا نديروهم لطأ ندوزوا بهم طاجين هنا يا لبنات غد ندوز نطيبهم طفيك تطيبهم مشكل عادي بغيتين نشارك معكم تطيبة اللولة كتصخنوا المقلة كتصخن مزيان وهو ما كيبغوا شوي العافية مجهدة باش ما يبقىوش هكا يبسوا في المقلع بتكون العافية شوية متوسطة بتكونش مجهدة ومتكونش مهيلة متوسطة سافي كتصتفوهم طريقة طياب راكم عارفين لبنات كيبغيوهم التقليب ما كتبغيش تخليهم حتى كيطيبهم اللي تحتع تقلبيهم ليلا تحت طيام هكا يشدوا راسهم بتبقى يتقلبي فيهم باش كيتنفخوا وكيجيوا هكا خاوين من الوسط مهم أنا غنطيبهم هكا حتى ينسى لهم الطياب وهنا را نراد الطاجين ديال الحوت وهناي لبنات العمارة اللي غدا ندير لهم سهلة وسريعة عندي هنا الخص خزوية وحدة كبيرة محكوكة في الحكاكة الرقيقة شوية الزيتون بوطة ديال الماييس وبوطة ديال الطون سافي هادشي اللي درت لبنات وهناي عندي جوج فرماجات ثلثين درت عليهم جوج معلق صغار عمرين مزيان ولمعلق وحدة كبيرة عمرها مزيان ديال المايونيز وكتخدموه مزيان كايته معناي مزيان كايته واعمروا ومزيان وهناي من مايونيز قم خزوية مزيان ويضией مزيان يضموا بوطة ديال الملحة وربة بالضغط ونرأكل مزيان كأتي هذه العمارة ديالة ومزيان هستند ونعيشها كأتي غزائها ويعايشها تجربة انها تضيف لي هاد الفرماج سوف نعمر المخيمرات سوف نعمر المخيمرات سر ناجح تغلب الفرص على القمح والطياب سوف تقلب فيهم مع التقلاب سوف تقلبهم سوف نعمرهم بدل العمارة وهذه طبيلة المتواضعة جدا طبيلة الآخر الرمضان الخيمرات مع عمرين دارت العاصير وهنا الريب التي يأتي اكتر من رائع الريب الذي يأتي في الصح والأهل العجبني منظف aí والأهل العجبني منظف أسرعقت يعني نعمر الرائب أسبوع السوء ثلاثة مقلي والحاجة الثانية أن ذوك الكويسات اللي كيجوا معها بالغطاية ديالهم كيجوا زوينين كيوفروا أنك تبقي عدت تغطى الكيسان بالسلوفان ولا عدير المطايف في الكوكوت سوف كيجوا بالغطاية ديالهم وكيبقوا في تلاجة يعني ما كيدخل اليوم لبرد للريحة لتشي حاجة مهم ها أنتم ما شوفوا البنات كيفاش كيجي عاقد كيجي من ذك الشي والمدق كيجي ووعر بالزاف مهمة البنات كانت مني يكون عجبكم هاد الوصفات ديال اليوم وبالنسبة للأهلة ديال ريب رقم ها تلقاوا المعلومات كاملة تحت من هاد الفيديو في صندوق الوصف وما تلنسوش الكود برومو ديال 15% المتتبعات ديالي مهم دخلوا لعندهم وهما غاي شرحوا لكم قاعد التفاصيل وهدي البنات بسبوسة ديال بيضة وحدة قدرتها هكا يا لو ديت الريب كجيزوينة مع الريب مهم غا تلقاوا الرابط ديال احتها هي تحت من الفيديو كانت مني يكون عجبكم اللي بنات هاد الفيديو وعجبوكم الشهوات اللي شاركت معاكم هنا يبغيت نوريكم هاكا تشوفوا الرأي بشحل كيجي عاقد كيجي بحل ضانون تماما كانت مني ان شاء الله تجربوه واللي ما عنداش هاد الالة را تقدر تديرو في كيسان تغطيهم مزيان بسلوفا تسدفهم في الكوكوت در عليهم المطايب وتسد الكوكوت مزيان وتغطيها بشي ما انتصخونه وتخليهم 12 ساعة عادة بشي وجدو المهم كانت مني يكون عجبكم الفيديو وخليت لكم مراحة الله وانطلقوا فيديو جزي ان شاء الله